صيف العراق اللاهب يعود من جديد ومعه تتجدد معاناة المواطنين مع ساعات قطع الكهرباء الطويلة رغم وجود عشرات الالاف من المولدات الاهلية التي لم تفلح هي الاخرى في التخفيف عن كاهل المواطنين رغم من ارتفاع تسعيرات الأمبير فبماذا يختلف هذا الصيف عن المواسم السابقة من ناحية الكهرباء محنة العراقيين المزمنة ومعضلتهم المستمر وما خطوات الحكومة لتجهيز الكهرباء وهي التي تعهدت منذ تشكيلها بتحسين الخدمات وما الذي ينقص العراق ليوفر لمواطنيه الطاقة الكهربائية الكهرباء والصيف في العراق موضوع حلقة الليلة من بالعراقي خليكم يعلم أهلا بكم في العراقي معكم علي الزبيدي في كل عام تتكرر أبرز مشكلات العراقيين الصيفية وهي انقطاع التيار الكهربائي وكثرة الأعطال في شبكة الوطنية وقلة التجهيز اليومي وزارة الكهرباء تقول أنها سجلت رقما قياسيا في الإنتاج هذا العام بلغ 26 ألف ميجاواط أزمة تتجدد كل صيف في العراق وتدفع الكثير من المواطنين للشكوى والتدمر إنها مشكلة الكهرباء وما يرافقها من تبعات والتي باتت أطول أزمات العراق الجديدة بعد العام 2003 رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة مليارات الدولارات على إصلاح الشبكة الوطنية حقيقة واقع الكهرباء في محافظة الذقار وفي جميع المدن في هذه المحافظة هو واقع مزري يستمر هذا الواقع كل صيف نفس الروتين يعاد أنه كهرباء تطفى ويصير حمل على الطاقة يعني إلى متى سنة 2023 اليوم محافظة الذقار تمتلك من الطاقات اثنين هل هناك أكو كمية كافية لمحافظة الذقار من الكهرباء أكيد لا بدورها أشارت وزارة الكهرباء إلى أن المنظومة الكهربائية الوطنية تجهد تحصنا ملموسا هذا الصيف بعد ارتفاع الانتاج الوطني إلى قرابة 26 ألف ميجاواط للمرة الأولى في البلاد لافتة بذات الوقت إلى أن استقرار المنظومة الوطنية يعتمد بشكل أساسي على استقرار الإمدادات الوقودية لمحطات التوليد مراقبون للشأن السياسي أكدوا أن مشكلة الكهرباء في العراق سياسية بالدرجة الأولى وليست مالية وذلك لعدم وجود إرادة سياسية لإصلاح مشكلة الطاقة الكهربائية فضلا عن المشكلات الأمنية وغياب الخطط الستراتيجية الكفيلة بحل هذه الأزماء الأسباب السياسية هي أكبر عائق تقف أمام كمال ملف الكهرباء في العراق باعتبار أن العراق من الناحية المادية متمكن جدا مقارنة بباقي الدول التي استطاعت أن تنهي ملف الكهرباء وتتجاوزه وتعاني معظم المحافظات العراقية في فصل الصيف من تذبد بالتيار الكهربائية واعتماد أغلب المنازل على المولدات الأهلية والتي باتت تشكل عبءا ماليا كبيرا على أرباب الأسر وتقول وزارة الكهربائي أن العام الحالي سجل زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية بواقع أربعة ألاف ميجاواط إلا أن هذا الارتفاع يبقى دون مستوى الطموح علي العتاب الحراء ذي قاب ووصف رئيس الوزراء العراقي محمد شاع السوداني ملف الكهرباء بأنه التحدي الأكبر الذي يواجه حكومته معربا عن أماله في معالجة الأسباب التي تقف عائقا أمام تحسن تزويد المواطن بالطاقة الكهربائية الكهرباء تحدي والحكومة وضعت هذا الملف منذ الأيام الأولى في متابعة دقيقة لكل مفاصل هذا القطاع بدأنا أمام استعدادات الموسم الصيفي الذي يمر علينا الآن وضعنا خطة سريعة وأرجع وأذكر في ظل عدم موجود موازنة وضعنا خطة سريعة لإكمال الصيانة في كل المحطات بالإمكانيات المتاحة في وقت إذن في حوارنا هذه الليلة يشاركنا من بغداد المتحدث بسم وزارة الكهربائي سيد أحمد موسى من بغداد أيضا الخبير في مجال الطاقة المتجددة السيد مازن سعد ضيوفنا الكرام أهلا وسهلا بكم في بالعراقي ومساءكم خير أبدأ وياك أستاذ أحمد كل الهلبيك صار هواء ما شايفيك واجه الصيف وجدت ملفات الكهرباء وفقا البيانكم بيان وزارة الكهرباء العراقية أستاذ أحمد رئيس الوزراء العراقي افتتح اليوم المرحلة الأولى من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الوحدات الغازية بتشغيل 40 منظومة لتبريد الهواء الداخل لوحدات التوليد الغازية في ثمان محطات كهربائية بغداد والمحافظات شنو يعني هذا الحدث وشلون راح يأثر على كفاءة الطاقة في العراق اليوم فضل ياكم الله أستاذ علي حيالله جميع مشاهدي قناة الحرة حيالله أستاذنا أخونا أستاذ مازن اللي نحن سعيدين دائما نظهر مع جنابه أستاذ علي اليوم تقريركم أشار إلى أزمة وأشار إلى تراجع ساعة تجهيز الكهرباء وأشار إلى معضلات وأشار إلى عدم وجود خطة وهذا كل العرمى موجود يعني اليوم بالإحاظ أزمة ماكو اليوم بالإحاظ أن هناك تحسن في ساعات تجهيز الكهرباء اليوم بالإحاظ أن الحكومة والوزارة تولي اهتمام سريع ونفذت خطة سريعة حتى أستاذ مازن واكبها اليوم هناك مشاريع وخطة طموحة للوزارة نقشت واستحسنت وجرت تصويت عليها داخل مجلس الوزراء وضمنت حتى الموازنة بغية تنفيذه وإن شاء الله اليوم نعتقد أننا نمضي بالاتجاهة نعم هناك حجم معاناة هناك مشكلة بقطاع الإنتاج نحتاج زيادة طاقات نحتاج معالجة اختناقات بقطاع النقل نحتاج جهود أكبر لتهييل وتدعيم قطاع التوزيع رغم ما عملنا به بستة أشهر من عمر هذه الحكومة لكن اليوم الحديث أن هناك استحسان من قبل المواطنين عن ساعات تجهيز الكهرباء طبعا يريد أن نشغل بعد اليوم واحدة من هذه المشاريع الستراتيجية هي منظومات التبريد منظومات التبريد التي افتتحت شنو ما هيتها شنو سوت ضافت قرابة 797 ميجاواط للمنظومة من دون لاوقود وضغطت النفقات التشغيلية وانطت نطاقات إضافية للمنظومة وعززت وضع المنظومة ستنعكس إيجابا على ساعات تجهيز الكهرباء منظومات التبريد نصبت وفق عقد مع سيمز هذا العقد استرزم نصب هذه المنظومات التي تعالج كتلة الهواء الحار التي داخلها للمراجل والتوربينات تحولها هواء بارد تعادل الهواء الداخل لهذه الوحدات ترفع منطاقة الوحدات التوليدية خصوصا أثناء ارتفاع درجات الحرارة ووقت الظهيرة ووقت زيادة الحمل محطاتنا ووحداتنا التوليدة تفقد جزء من توليدها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة منظومات التبريد هذه ستعالجنا الموضوع وتعادل الهواء البارد الذي داخل الوحدة أدامت لي 797 ميجاوات هناك 40 سات لمنظومات التبريد نصبت بثمان مواقع بثمان مواقع للمحطات هذه أدامت للزخم العمل والإنتاج ب797 ميجاوات وكانت مدعاة وضغط للنفقات التشغيلية ممتاز أستاذ أحمد مبدئيا حضرتك قلت أنه بازال يكون تحديات هناك تقدم لا يقول لا لا يقول لا لكن المواطن الذي يحكي اليوم بالتقرير إذا كان بالناصرية وإذا كان ببغداد وإذا بغير مكان ثاني تقريرنا من الناصرية لا نستطيع أن نقول أنه غلط وليس هناك شيء أكو تحدي إيه أكو تحدي أكون أسماء كهرباء تنقطع لا أكو كهرباء تنقطع هذا حضرتك قلت الكلام أنا اللي يهمني أريد أسماء من حضرتك سيد أحمد بما أنه صار هواي ما مسؤول فيه صحيح هل يمكن أن نجهز ويمكن أن نقص يمكن أن نفرشهم مثل ما يقول حتى نأخذهم واحدة ويمكن أن صار قابلية عراق للتجهيز أستاذ علي اليوم وصول حمل المنظومة للـ 26 ودون الـ 26 بقليل غير الوصول بمعدل استقرار حمل المنظومة خليك واضح لدى جنابك وجناب أستاذ سعد يعرف هذا الموضوع اليوم أنا أوصل بحمل هذا وحد وأحص أن أحقق استقرار معدل حمل وهذا اللي وعدنا به بضوء ما أعملنا به من خطة نحن طلعنا وصرحنا وعدين خطة وعرضت أمام مجلس الوزراء ونوقشت وحتى عرضت أمام مجلس الوزراء وطيناها سخب الالتزام أنه ما راح نحقق معدل استقرار حمل منظومة 24 ألف ميجاوات والحمد لله لأيام مضت ما نزلنا جوة 24 ألف ميجاوات مع الحاض هناك خلل نوعا ما بسيط بأطلاقات الغاز يعني اليوم هناك جزئية نقص عندنا بأطلاقات الغاز يعني اليوم صح الغاز ارتفع المورد من 15 إلى 45 مليون بس عندنا جزء من نقص أمدادات غاز راح تأثر علينا مع دخولنا للذروة بس الحمد لله ما نزلنا جوة 24 ألف ميجاوات إذن هل هذا النقص 24 ألف ميجاوات رافقها توسعة شبكات ساد أحمد هذا النقص الذي صار شوية بالغاز هل هذا سبب من أسباب انقطاع التيار الكهربائي على هواي ناس في هواي مناطق والعراق لا أستاذ علي وموهي احنا اليوم رغم ما عملنا به رغم ما وصلنا رغم الانتاج الذي أتحدث أي أي هو أنا شاقول رغم ما اشتغلنا عليه رغم ما وصلنا له رغم شغلنا الجيد الذي يستحسن بس ترى ما وصلنا لحالة مثالية اليوم أنا ما أقدر أطلع وأقول ترى ما عدي مشكلة ترى المشكلة الآن موجودة عدي أنا أحتاج بعد 10 ألاف إذا أطلع سولف على 24 أنا أريد لبعد 10 ألاف ميجاوط حتى أشغل 24 ساعة بعد يريد لشغل بقطاع النقل حتى وسع مع شبكات النقل واستحدث خطوط ناقلة وعالج الاختناقات بعد يريد لشغل أكبر بتنظيم العشوائيات والمناطق المفصخة واستحداث المغذيات ونصب المحطات الثابتة والمتنقلة حتى وحول الشبكات الهوائية اللي مهله لشبكات حجم المشكلة موجود إحنا ما وصلنا سقف طموحنا إحنا ما حققنا الخدمة المثالية يوجد حجم مشكلة بس قدرنا نذلل المشكلة بواقع 4500 ميجاوط زيادة عن العام الماضي باستحداث حوالي 26 خط ناقل بنصب ما يقارب 129 محطة بهذه الستة أشهر طيب خليني أسمع من أستاذ مازن وأكمل يمكن جزء من اللي ذكر أستاذ أحمد وأكمل عليه أروح لأستاذ مازن ساعد كل الهلة بك أستاذ مازن وزير كهرباء سيد زيادة علي فاضل أكد أيضا بأن النقص الموجود هو 13 ألف ميجاوط وأن الوزارة تعمل على تقليل هذا النقص بمختلف الاتجاهات وهذا تصريح الوزير من خلال تنفيذ المحطات المركبة والتي ستضيف 4000 ميجاوط جزء من نحجة عليها أستاذ أحمد قبل شوية وهذه محطات بدون وقود والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة والشمسية والاستثمار مع الجانب السعودي المفروض يضيف 1000 ميجاوط من الطاقة و250 ميجاوط ستنتجه شركة باور شاينا الصينية هذا كل كلام وزير الكهرباء العراقي أسألك أستاذ مازن شلون تشوفون هذه المراحل المرحلة الأولية والمرحلة الحالية التي نحن بيها وشلون تختلف إدارة ملف الكهرباء في هذه الوزارة عن سابق قادم طبعا أهلا وسهلا بك أستاذ علي وأستاذ أحمد حقيقة ومشاهديكم والكرام يعني لا نضمم الدولة تعرف أنا دائما قاسي على الكهرباء بأتهمها بأنه يحتاج لها فكر جديد في الإدارة لكن بكل أمانة أنا بالبصرة سبع تيام سبع تيام ما انقطعت عندي الكهرباء إلا فتشي جدا قليل وهذا يبعث يعني أطمعنام بأنه أكو شيء بالتجاهة الصحيح ولكن الطموح مثل ما قال أستاذ أحمد الطموح أعلى بكل أمانة يعني أنه أنت اليوم نحتي سعيد جدا أنا أسمع 26 قبل أسبوع أنا وجناب أستاذ أحمد طلعنا في حلقة كنا نتكلم عن 24 و500 والبارحة سمعنا 24 و570 اليوم نسمع 26 مهما يكون حتى الفقدان إذا صار عندي 15-20% نحن بالسيف سعيد أنا دائما ألوم الوزارة بشي واحد الوزارة متلكة جدا في موضوع الجباية واضح عزيزي ومراقبة الصرفيات صدقني نحن أنا أشوف من وجهة نظري وهي قد تكون صحيحة تحتمل الخطأ نحن الـ 24 و 26 ألف ميجا في الوقت الحالي تكفيننا بكل أمانة لو عندي جباية حقيقية لو عندي ترشيد استهلاك وثقافة صحيحة للمواطنة ولو عندي محاسبة للشخص الميسور ليس الشخص الفقير هسا الفقير هو يادو يقدر يشتري له سبلت واحد لكن الميسورين اللي عندهم يعني فيلل وعند 15-20 سبلت بالبيت إذا لم يكن عنده تبريد مركزي وعنده كذا كذا لا يتشتغل عنده بالبيت هذا ليش ما أجب من عنده بطريقة صحيحة ليش ما أجب من أصحاب المعاملة الرابعة ليش ما أجب من أصحاب دوائر الدولة والبنوك اللي تربح إذا تسمح لي هذا موضوع لذلك أنا أشوف الـ 24 26 ألف ميجا إذا رشدنا وجبيننا بطريقة صحيحة حقيقة سيساعد على أنه الوزارة تكون متعافات حتى تقدر تغطي وتخطط لنفسها صحيح لا تخطيط صحيح في موضوع الكهرباء إذا ما تكون أنت غطيت بكل أمانة مشاكلك مشاكل الكهرباء يعني الآن يمكن أن يشارك للرئيس أستاذ أحمد وحدات الإنتاج قاطبة بكل أمانة كل المكانات التي تشتغل بها في أي لحظة يكون عندي هبوط وتوقف في أحد الوحدات على سبيل المثال غير هذا كله أكوعدنا أيضا الحد اليوم وحدات هي ما صلحت سيد العزيز أنا اليوم أفوت على الدورة أشوف بس وحدة للأثنين تشتغل أفوت على جنوب بغداد أشوف بس وحدة وهذه صارت موضوع أكثر من سنة ونص سنتين أنا ملاحظة إذن أكو تحسن أكو تحسن أنا رجل تسلك على هاي أنا رجل تسلك على أي هل التحسن اللي تقول عليها حضرتك جئت من البصرة نلتقينا بحظة تكمن لما شنت في البصرة أنا سؤالي هل هذا التحسن في مناطق على حساب مناطق أخرى من وجهة نظرك شفت بغداد وشفت البصرة خلال هالفترة لو التحسن ملحوظ في كل مكان بالإراء يعني هي هاي النقطة نشون اختلف الوضع أنا أنا نطيت مثل بكل أمانة أكيد ما اتصلت بالأهل في بغداد والأصدقاء وقلت لهم شون عدكم والكهرباء بس أنا قبل تقريبا شهر شهر وشوية لا كان عندنا توقفات في نفس المنطقة في البصرة سيد العزيز لذلك يعني ما أقدر أجزم بأنه كلها جيدة عطيت مثل بكل أمانة طيب هس موضوعنا اللي نتكلم بي أستاذ العزيز إنه شون نقدر نخططه شون نقدر نستفاد من المبادرات والسيدة الوزير عن من حقيقة يعني تكلم أنا للأمانة يعني الآن الدولة تنفق وتشرف في موضوع الأنفاق على الكهرباء كبزنزمان أعتبرها جريمة أحشي لك إياها بكل أمانة إذن إحنا الآن نخسر نثق الميزانية للبلد من أجل الكهرباء وهذا نتيجة لعمل فني قديم بكل أمانة اليوم الإدارة الجديدة تتفع ثمنة وإلى متى نتمنى أن الدولة تستفاد الآن من أصحاب الخبرات الحقيقية في التخطيط سيد العزيز في التخطيط في عمليات الحسابات الصحيحة نعم عندنا نقص في عملية الحساب بكل أمانة واضح هذا فالجانب جدا مهم غير هذا كله أنا أقول جيئي قبل كذا سنة أجت بحل جدا حقيقة رائع وأنا كنت بالبصر يمكن قبل ثلاث سنوات أربع سنوات إذا أستاذ أحمد يعرف بها أو لا نزيل خليني الصوت يقطع أستاذ مازن خليني أستفيد من الوقت 40 ميجا قطع الصوت خلينا أرجع لك لأن الفكرة لا تريد أن تنقطع أروح فاصل سريع وبعد الفاصل أصحاب المولدات أيضا يشكون من آلية تجهيزهم بالغاز ويلقونا باللوم على وزارة النفط خليكم ويانا أهلا بكم مجددا يشكو أصحاب المولدات الأهلية من قلة تجهيز مادة القاز التي تصرف على المولدات الأهلية من قين باللائمة على وزارة النفط التي تجهيزهم بالحصة المقررة من الوقود سعر الأمبير بقونا عشر حسب تسيرت الحكومة بس التشغيل يعني مالدنا زيان مو ذاك التشغيل يعني هذا الموسم أحسن من اللي قبله أي إحنا الرئيس بثام الحكومة تنصف وياب المولدة مثلا القاز أنا بالصيف إذا أريد أشغل تشغيل فعلي ذهبي الشهر يكلفني برد ثلاثين الفلتر أو ثماني وعشرين الفلتر مثل العام أو قبله والحصة يطول مثلا الأكبر مولدة خد ثلاث تالاف لتالاف أربعة تالاف يعني استشغيل مال أربعة تيام نار مشكلة سعر الأنبير يختلف بالصيف وبالشتاء لأن ساعات التشغيل بالصيف يصير أكثر بصرف قازي يصير أكثر فيصير يعني تشغيل هواي بالصيف مو مثل الشتاء الشتاء كهرباء شوية مستمرة حلوية والصيف تطفيل كهرباء بصير أكثر القاز يصير صرف بالقاز مشاكل التاجة هنا العالم أشكال يعني ما رأي إذا أقول لك هذا اللي يجي اللي يغلط هذا اللي يجي يعني شوية شغلات محلوة من المواطن تطلع عندنا وإحنا ممشيها علي إذن قبل حديثنا مع ضيوفنا حول قطاع المولدات الأهلية طبعا أريد أرحب بطيف انضمننا أيضا من النجف وهو السيد علي الغزالي رئيس رابطة أصحاب المولدات الأهلية في النجف أهلا بك أستاذ علي وطبعا أستاذ أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والخبير في مجال الطاقة أستاذ ماز سعد قبل ما أروح لهم للضيوف أريد أقول بعض الأشياء التي ذكرها المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط السيد عبد الزهرة الهنداوي في بيان آذار الماضي قال أنه بعد إجراء جهاز المركز للإحصاء مسح لمولدات القدرة الكهربائية القطاع الخاص في جميع المحافظات بما فيهم أقليم كردستان نتائج المسح كشفت عن أن عدد المولدات الإجمالي في العراق 48.533 مولد عدد العاملين الكل بقطاع المولدات 44.640 عامل أجورهم 200.648.000 دينار عراقي أيضا المستفيدين الكل 6.760.000 1.665 مشترك عدد الأمبيرات المجهزة خلال الشهر 25.875.000 كسور يعني 25 مجاوات إذا ما غلطان فأرقام كبيرة ومدخولات كبيرة جاء أيضا تطلع من الدولة تروح للقطاع الخاص بطريقة المولدات وأصحاب المولدات خليني أسمع من أستاذ أحمد موسى هل هناك دور رقابي لوزارة الكهرباء على عمل المولدات الأهلية حتى بعدين أسمع من النجف أستاذ علي لا أستاذ علي لا ليس لدى وزارة الكهرباء أي دور رقابي على أصحاب المولدات لدينا اليوم دور تنسيقي مع الحكومات المحلية يوم نحن كهرباء ننسق بشكل عالي من خلال لجان واشترك مع مكاتب السادة المحافظين ومع الحكومات المحلية بأقضيتها بنواحيها بدوارها الإدارية فيما يخذ زداول ساعات تجهيز الكهرباء نوع العوارض التي تطرع على المنظومة وحتى المغذيات والمحطات وحتى التنسيق من أجل رفع تبادل التغذية في بعض التجاوزات من بعض أصحاب المؤلدات هذا دورنا فيما يخص ملف المؤلدات الأهلية طيب دعونا أسمع من السادة علي السادة علي الغزالي أول مرة شاركنا في بالعراقي بساك الله والخير ومشكور لوجودك ويانا سؤال لحضرتك وقبل ما نبدأ نسولف بتحدياتكم كأصحاب المؤلدات أريد أسأل ما هي الرابطة أحسيننا ما هي رابطة أصحاب المؤلدات الأهلية وهل هذه مقتصرة على النجف أم هي منظمة في محافظات أخرى هل لكم اتحاد معين هل أحد يحمي حقوقكم يعني شن فكرة الرابطة فضل السلام عليكم عليكم وعلى ضيوفكم الكرام أهلا وسهلا بالنسبة أننا كرابطة مؤلدات في محافظة النجف الأشرة مجموعة من أصحاب المؤلدات شكلنا هذه الرابطة بعد أن قبل حوالي 8 سنين يعني صار علينا ظلم من قبل في وقتها قبل المسؤولين عن لجنة الطاقة في المحافظة أو مجلس المحافظة كانت معاناة هناك المكابعة عن حقوقنا ومطالبنا فشكلنا هذه الرابطة عن طريق دارة منظمات المجتمع المدني وهي رابطة غير حكمية ومسجلة بالأمان العام هل هذه الرابطة موجودة فقط في النجف أم في محافظات أخرى كشير رسمي ومعمول بإجازة رسمية ومحاملة وتفاصيل أخرى فقط بالنجف لكن كرابطات موجودة في كل العراق وممثلين عن أصحاب المؤلدات يختاروهم أصحاب المؤلدات ما بينهم بما أن سيد علي سيد عفون أحمد قبل شوي قال أن الوزارة وزارة الكهرباء ما إلها سلطة رقابية عليكم التنسيق يتم دائما مع المحافظات أنتم في محافظة النجف طبعا أؤكد هنا تمثلون فقط محافظة النجف لكن حالتكم نأخذها كمثال للحديث عن وضع المؤلدات في العراق أبرز التحديات التي تواجهوها وشين ردود المحافظة لما تتعاملون معهم وترفعون هذه التحديات أو المطالب بالنسبة أننا في محافظة النجف العمل لدينا أفضل من باقي المحافظات أفضل السيابية وأكون تفاهم بين الرابطة ومحافظة وصير بعض الأمور مشاكل بسبب أيضا المشاكل ومساكل الحكومة المحلية لأن دائما هو تجهيز المؤلدات للوقود وقضية الكهرباء وكذا هي حكومة مركزية هنا يكون المحافظة من تبني الجانب فقط آلية العمل والتسعيرة فنحن هذه آلية العمل والتسعيرة نشتغل بها على نسبة كمية الوقود التي تجهز من مزارة الدفاع التحديات التي نحن جاء نواجهها يكون اختلاف بالعمل بين الحكومات يعني نحن بالسابق جنا ندعم قبل أكثر من دورتين للحكومة ندعمها بجاز مجان هذا الجاز المجاني خلنا نخفض من سعر الأمبير خلت تشغيل يعني قبل حوالي كذا سنة بالعراق كانت الناس تنام بسطح ماكوا تشغيل ليلي أجد فكرة الجاز المجاني مقابلة أن يتواجه التشغيل ليلي استمر هذا العمل للتشغيل الليلي اليوم كمية الوقود التي نستلمها فقط على مدار التشغيل النهار يوم 12 للـ 12 الحكومة جاء تفرض علينا في بعض المحافظات إذا نحن بالنجف الناس هنا ما فرضين حاليا تشغيل الذهبي بتسعير من الدولة ما مدار للحكومة المحلية بيعش أنبير الذهبي بيعش بالنجف بالنجف يشتغلون أكوفة ميزة النجف يشتغل الذهبي فقط أربعة تشير الصيف كمستشر لا يشتغل على مدار السنة مثل بغداد مثل العاصمة مثل باقي المحافظات يعني الآن عندنا الأنبير 15 ألف 14 ألف 16 ألف والأمبير العادي بيش الأنبير العادي بسبعة ألف سوح أربطة المحافظة أنا شفت سمعت لك حتى مقاطع صوتية وشفت لك فيديوهات ساذ علي منظمين أنتو ما شاء الله عليكم بالنجف وتحاول تحاول 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 جهود أصحاب المولدات السبعة بالنسبة لمصلحة المواطن ومنسبة لمصلحة أصحاب المولدات هم نحكي به شوية بس أستاذنك خليني أسمع من أستاذ مازن أستاذ مازن هذا الملف ملف كل أسبوع الفات لدينا حلقة نحكي بها على الضوضاء واحد من ضيوفنا وطبيب نفسي كان ويانا قال على التلوث السمعي قال نحن من نحكي على التلوث السمعي في المولدات لأن صوت المولدة بالنسبة للعراقي أحلى من صوت ابنه من يسمحها تشتغل فأريد أسئلك أستاذ مازن هذا الملف ملف المولدات الأهلية التي طبعا حقيقة تشيل هم كبير من المواطن العراقي شو المفروض ينظم هذا الملف أنا أضيف لأستاذ أقول والدخان أطيب من عطر الجوري يعني أنا ما أقدر أقولها هذا موضوع بيئة الموضوع هو حقيقة التقيير هو مشغل أيادي عاملة كبيرة بكل أمانة ومساعد قوي إلى الدولة ولكن يؤسفنا يعني يؤسفنا أنه نتكلم بهذا الحل بكل أمانة أنت تشوف حتى كقطاع يمكن الأستاذ يعرف خلي قارن قطاع المولدات بالعراق قارنة في لبنان أكيد حضرتها مسافر أو شايف هذه الشبكة مال الوايرات والتشوه اللي بالمدينة ما تلقى في مكانات أخرى حقيقة هذا رقم اثنين ثالثا يعني أنا أخواني أهل المولدات أنا أسألهم يعني هم شوي يصيروا حنيينين على الدولة يعني بيوم اللي أنه الدولة تنطيق محصة القاز وانت ما تستخدم المولدة هس هذا الزايد اللي بيحته واستفاديت من عنده هم شوي عيل على نفسك وحاول تتجاوز قلل شوي جزء منه لأنه هو موضوع بكل أمانة إنساني أكثر منه هو ربحي فلذلك هذا الملف يا سيد العزيز بحوامل الثلاثة أنت مشغل عمال ومساعد الدولة كمل 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 أستاذ ماز أي نعم أي نعم فأنت يعني مشغل عاملين أيدي عاملة ومساعد الشبكة مقابل الموديل الاقتصادي شوية حاول شوية إنه لما تكون الدولة محتاجة توقفوا وياها الدولة ما عندها نظام بالثواني تعرف صار عندي انقطاع بكرة زيان وبالنتيجة صارت حضرتك تضطر الشغل 20 ساعة من أصل 24 ساعة وهذا على حساب القاز لأنه ما عندنا ذاته نتعامل بها أساسا هي عملية المولدات خارج نظام الكهرباء بالعالم ما نتكلم به لذلك لازم أكو طرفين عندما يكون قانون ومصدرة أكو من يتخلف عن اليسار يتضرر وعن اليمين من ينتفع فخلينا أخذها عملية توازنية بكل أمانة فترة كبيرة بعد أن حقيقة تغييرات المناخ بالعراق الشتاء ما صار عندنا شتاء قارص حتى نستهلك كهرباء أو هيترات أو كي عندنا فصل الشتاء حقيقة بأهل المولدات يكونون شوي مرتاحين وهم ينعمون بنفس الحصة التي يأخذها هذه حقيقة وجهة نظري في هذا الموضوع هو الموضوع أخذ وعطى إجقد يعتمد على أن تسعد بلدك بهذا الموضوع وتوقف ويا خليني أسمع من أستاذ أحمد موسى أستاذ أحمد أيضا تقرير وزارة التخطيط يقول بأن الأسرة العراقية تنفق الأسرة العراقية تنفق ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار سنويا تذهب لجيوب أصحاب المولدات الخاصة اللهم لا حسد أستاذ علي هل هذا هو أفضل استثمار في مجال الطاقة وهذا الموضوع إلى دخل بالجباية التي يحكي عليها أستاذ مازم بالفقرة أولاد بالمناسبة حتى أم واحد لا يبخص حق الناس في وقت أصحاب المولدات سدوا جزئيات كبيرة لنقص الكهرباء أيام ما كانت الوضع كان سيء كان التوليد متناقص كان وضع المنظومة ووضع الشبكة يعني بحاجة إلى عمل كبير وما سدنا جزئية نقص كبيرة نحن كوزارة كهرباء حاولنا أن نطرح تجربة يمكن يسمحها أخوي الذي هو مسؤول رابطة المولدات بوقت ما حاولنا حتى أستاذ ساعد حاولنا أن نطرح مبادرة وفكرة هذه الفكرة كانت تستقطب عقد مؤتمر لأصحاب المولدات طبعا هذا كان في بغداد عقد مؤتمر لأصحاب المولدات واحد كان بالكرخ وواحد كان بالرصافة وطرحت الوزارة إمكانية شراء الطاقة من أصحاب المولدات أن تنظمهم بمكانات محددة أن تنتخب لهم مكانات محددة وتوليدهم يرتبط بالشبكة الكهربائية أقصد شبكة 33.4 وبشبكة 11.4 أقصد شبكة التوزيع وحتى تستفيد من عنده أم المناطق بشكل متساوي وأيضا توليدهم يدفع للشبكة الكهربائية مباشر واخترحنا أن ننظم عقود وياهم عقود نحدد بها أسحار الطاقة نحدد بها أسحار الوقود نحدد بها العالية لشراء الطاقة أول مرة بالأيام الأولى قبله يعني بالأيام الأولى هذا الرابط اللي كانت طبعا كانت قرابة 500 واحد بالرصافة و500 واحد بالكرخ مؤتمر كانت شبير بالبداية قبله بعدين وراء أيام تفاجئنا طبعا من قبله شكلوا لجنة تنسيقية فيما بينهم حتى يرتبون كل أصحاب المؤلدات بعدين اللجنة اللي شكلوها هم نفسهم يجول للوزارة قالوا لا على الفكرة مرفوضة وما قبلوا أصحاب المؤلدات نفسهم ما قبلوها ما قبلوها لا نشترمهم الطاقة ولا نحددهم مكانات محددة ولا تلان سألت على لبنان استاذ علي لبنان ترى الموضوع المؤلدات مربوط بشوكة التوزيع بشوكة التوزيع إحنا اليوم وحدة من أضرار الشبكة وحدة من أضرار الشبكة تجاوزات بعض أصحاب المؤلدات كيف يعني يحاول أن يتجاوز من خلال تبادل التغذية من خلال التشطيل على الشبكة النظامية وطبعا أقول بعض البعض منهم إن شاء الله خير فحاولنا أن ننظمه وفق حقود قانونية وحكومية وشراء طاقة وتسعيره محددا ما أرضى وللأسف نحن الآن ككهرباء نشتغل على خطة ناجحة تصل تصل لتجهيز 24 ساعة تجهيز هل راح نقدر نعم إن شاء الله راح نقدر وضعنا خطة ستراتيجية بأن شارع نوعية على نقطة الجباية اللي هو سيد ماذا نقول لك هاي هي الشغلة الوحيدة يمكن قال أنا اللي عندي تحفظ بها على إدارة ملف الكهرباء أن الجباية ما مفعلة بالطريقة الصحية سيد أحمد الجباية ما مفعلة شوف استعد اليوم واحدة من الموضوعات التي طرحت أمام دولة السيد رئيس الوزراء هو الآن ننضج لدراسة متكاملة أستاذ ما زل أندي علم بها لأن تحول ذكي بالشبكة الكهربائية لأن نطرح مشاريع الجباية الإلكترونية سوى المرة سنعمل بها بمناطق منتخبة سندرس معايير التجربة طبعا سيستلزم نصب الاسمارت متر ومنظومة الهيس وحتى نفكر بتأهيل شبكات التوزيع ابتداء من مغدل 33 إلى المستهلك وإكمال نواقص الشبكة ثم نطرح هذا المشروع الذي نعتقد سيكون رائد سيكون مدعاة لتعظيم موارد الجباية للحد من الاستهلاك لتقليل التجاوزات وأيضا تأهيل شبكات التوزيع بشكل نظامي شكرا سيدا أحمد دعنا نذهب إلى الفاصل الأخير وبعد الفاصل التجاوزات والعشوائية أبقى آخر على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق فما هو الحل خليكم أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من حلقة الليلة من العراقي مع حلول فصل الصيف يزال الطلب على الكهرباء في العراق خاصة مع تسجيل مدن البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة أم دعاء اضطرتها الظروف الاقتصادية والمعيشية للسكن في أحدى المناطق العشوائية في أطراف مدينة الفلوجة لتبدأ معاناتها مع الكهرباء الوطنية التي تنقطع لساعات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة في اليوم مما يضطرها لانتظارها كونها لا تستطيع سحب خط مولدة لغلاء سعر الأمبير نشوف قصة مدعاء أنا أم دعاء أمر 22 سنة وقاعدة مدينة الفلوجة والله يعني الكهرباء الوطنية تجي وتنطفي يعني ما أكو يعني مو فترة يعني ظل يعني وين يا الله تجي لنا الوطنية يعني كنت بس بالشتاء يعني ساحبه مولد يعني غليل الأمبير هس الصيف ما عندي يعني تأسحب مولد يعني الأمبير ما لححال قالي ما عندي تأسحب يعني مولد يعني يعني يصل للعشرين الأمبير هيش يعني ما عندون تأسحب يعني ما نولد داعث للجهال كهرباء ما عندي أمبير يعني بالشتاء ساحبه خمس أمبير و والأسعار يعني هس عنا بالشتاء يعني سبع تالاف هيش الأمبير هس لعب الصيف يختلف عن الشتاء الوطنية يعني كل ما هاي يعني نطالبهم بيها الوطنية يعني ماكوا يوعدوننا بيها والوعودات ماكوا كل يعني كل سنة يعني الوطنية بالصيف ماكوا يعني صارت نغمة يعني على العراقيين هاي الكهرباء نعود لي ضيوفنا الكرام استعد أحمد موسى العشوائيات وحضرتك ذكرت قبل شوية التجاوزات أريد أسأل شنو الحلول اللي أدكم كوزارة كهرباء للعشوائيات والتجاوزات اللي تصير بيها لسنوات معاملة المستهلكين المشتركين غير النظامين بصفة المستهلكين اليوم نحن بوزارة كهرباء وفق قرار هيئة الرأي قررنا واستحصدنا قرار أن نعامل المشتركين غير النظامين بصفة المستهلكين للطاقة استاذ علي اليوم تقرير لجنة الخدمات النيابية يبرز أن هناك 3461 مجمع عشوائي في العراق أكثر من ألف مجمع عشوائي منها في بغداد طبعا هذه لما أقول عشوائية هي إما تفصيخ مناطق زراعية وإما تشييد على طريقة عشوائية بالتالي رابطهم على الشبكة النظامية سبب ما يلي أولا تهرئت الشبكة ثانيا استهلاك الطاقة من غير مردودات ثالثا عدم نصب العدادات الذكية عدم وجود مسوى قانون لنصب العدادات للمواطنين المشتركين بشكل غير نظامي مما أن هناك ضياعات عندي بكمية الطاقة لأن بالتالي أنا أتحدث عن ضياعات طاقة مجهزة لمواطنين غير مجبية نعرف إيش قد هذه الخسار وآخيرا نعرف هذه الخسار مستهلك عفوان نعرف إيش قد نخسر بهذه التجاوزات ما سمعت يعني ما قيمة الضياعات بالطاقة قد تصل قرابة 52% 52% طاقة مجهزة لمواطنين غير مجبية غير مجبية بذلك تنضيهم على أي نحو قرار هيئة الرأي بوزارة الكاربا تضمن مايلي أن يعامل المشتركين غير النظامين بصفة المستهلكين ما أنصب لها بطاقة حمراء ما أنصب لها عداد وجب من عند ما أقدر تقدير هذا كإجراء أولي ومن ثم المضي بالتحول للذك بالشبكة والمضي بالجبال الكترونية سيؤسس لما يلي مضاف إلى تعظيم الموارد وتقليل الضياعات وتقليل الاستلاك سينظم المناطق العشوائية بصفتهم مستهلكين للطاقة تخدم بشكل صحيح ومن ثم تجبع منهم جباية جور الطاقة طيب خليني أسمع من ساذ مازن ساذ مازن سعد إدارة هذا الملف ملف الجباية التي ذكرت حضرتك وكانت عندك تحفظات فيه وأيضا مسألة التجاوزات لأنه بالأخير هذه التجاوزات ليست تحصل بالمناطق العشوائية تحصل من قبل بعض أصحاب المولدات وحتى الذي عنده نظامه هو ما يتم الجبي منه في بعض الأحيان فضل أستاذ علي الأثنين إنه حل بسيط بكل أمان موضوع الجباية الإلكترونية التطبيقات الآن سابق أن أذكر شركة في الأردن سنت 96 كان إليدور في إدارة جزء من عدها وتطلع فاتورة مباشرة وهذه الفاتورة مربوطة عن طريق السيم كارت بالمركز الرئيسي وتطلع العملية فصارت عندك سيطرة هذا حل قديم اعتبر سنت 96 اليوم على الموبايل تجد حلول جدا سهلة وجدا بسيطة بكل أمان هذا الوضع الثاني التجاوزات نقبلنا بكل شيء أقل ما بها قننونهم يعني هو متجاوز يا أخي ارجع يا شبكة الكهرباء سوي مسوحات حقيقية واخذ جور رمزية من عنده وانطي فقط 10 أمبير لا تطي أكثر خلي المولد الرئيسي اللي عندك عفوا المحولة في المنطقة تحسب حساب 10 أمبير ليس أكثر لأنه أساسا متجاوز يا سيد العزيز أيضا هذا الحل ممكن إذا مش أنا باتجاهها نقدر نوفر حقيقة جزء كبير من الضياعات الموجودة على التجاوزات هذا فيما يخص المناطق الفقيرة أما التجاوزات على المكانات الصناعية هذه المشكلة الكبيرة اللي عندك معامل كبيرة حقيقة وتجني أرباح ومعفية من الضرائب بسبب التنمية وبالمقابل يبوق الكهرباء من الدولة لذلك حقيقة يرادلنا حوكم كبير جدا في ضبط آلية أنه محاسبة المتجاوزين يا سيد العزيز وتكون حقيقة أنت جزء من حل هذول الناس الفقراء اللي موجودين بالمكانات السكنية أول ما بدت الحلقة أطرحت حضرتك بعض الاقتراحات وبعض الحلول والآن تطرح بعض هذه الحلول والاقتراحات وأستاذ أحمد يسمعك أنتم كخبراء علاقتكم بوزارة الكهرباء المفروض طيبة وتتواصلون أستاذ أحمد لماذا لا تسمعون هذه الخيارات وهذه الاقتراحات نحن ماضين بها اليوم اليوم الحوكمة والأتمة والتحول للذكاء بالشبكة والجبال كلها اليوم اليوم سننتهي من تقديم دراسات متكاملة روحية فيها الموديلات العالمية وروحية فيها التجارب دول الجوار وسنمضي بها إن شاء الله بس مجرد أيام تكتمل سنعرضها على مجلس الوزراء وبالتالي سيتم الشروع بها إن شاء الله بقادم الأيام زين أستاذ علي الغزالي أرجع الموضوع المولدات ونقطة ذكرها قبل شوي أستاذ مازن وهي نقطة التجارب التي موجودة في دول أخرى في سوريا في لبنان ملف المولدات الأهلية ممكن هذه الدول ويا العراق أو قبل العراق حتى منظم بصورة أفضل ليش ما تنظم هذه أو لم تتطور حقيقة منظومة المولدات الأهلية بالعراق مع كل هذه السنوات يعني مولدات أفضل أكثر أمانا أهدأ بيئيا أفضل ليش برأيك ما تطورت يعني بالنسبة المولدات السلطة التي في الدول التي ذكرتها أبو ما هناك أكدعي وأكدعي محتمى بهذا الموضوع دعم هذه المولدات ونظم عملها بس نحن نجف هنا يعني التجربة عندنا بدأت موضوع المولدات الكاتب الحديثة اللي هي بدأ المولدات القديمة هناك فدأكو جزء آلية تختلف عنها لأننا هنا اليوم دعم ما أدل اليوم نحن المولدات وكتما الكهرباء تختفي ونكون موجودين ونساند الدولة والمواطن ووفر الكهرباء ما أكو فترة معينة ذا طاحت الأزمة نحن رأسنا نسينا ونضعنا نسينا نجي اليوم يوجد شغلة اليوم جربناها بمجالس المحافظات بالحكومة كلها برموتها تجي تضغط على أبو المولد آلية عمله تفاصيل أخرى في سبيل شنو أن أتقدم فالشي للمواطن فماعدها غير أبو المولد تضغط عليه اليوم نحن سعر هذا القاز اللي جاي نستنبه القاز سعر 400 دينار نحن تعودنا بالسابق نحن سعر مناشد من خلالها برنامجكم هذا وقناتكم الناشد السيد رئيس الوزراء أن نشوف شنو كان تجهيز القاز من قبل الحكومات السابقة لأصحاب المولدات في فصل الصيف يكون القاز مدعوم لحد هذه اللحظة نحن ما حصلنا دائم اليوم نحن سنطل شهر تموز بالنسبة الحمد لله طبعا الجو بالعراق السنة رحمه من الله مختلف هذا أيضا مسبق عامل مساعدة لوزارة الكهرباء والكهرباء جيدا عظم من السنين السابقة هذا شيء قاعد اللاحظة لأن الحكومة أصلا متهيئة الأمور الحكومة الحالية تريد تقدم فشي تثمت فشي والكهرباء تتذري بها يوم الصبح 24 ساعة يوم ثاني يوم ما هي لا نعرف ما هي المشكلة رغم الحديث الذي نقول اطورنا وحصنا صار عندنا زيادة بالكميات بس نحن باقع الحال جربناها من سنين نحن يوم يوم لا يوجد كهرباء يوم لا يوجد بالنسبة أننا كأصحاب المولدات لا يوجد اهتمام من قبل الدولة ماكو دعم ماكو واحد يسئلك شنو تحتاج أبسط مثال قبل فترة واعدة وأصحاب المولدات يعدن بالنجف فتح مصرف بدل ما جاي تجيب هاي السياح وحارات وتجيب هاي أمور تنقص لف هذول أهمات يندس عليهم أنقص لف واشرط على بالمولدة أن تكون مولدة حديثة كاتم أن تكون الشبكة مالتها بدل الشكل شبكة عن كبوتية تكون عن طريقة بلوناك كابلات كابلات فهذا نظام حلو هذا محمول بالنجف المجمعات والنجف السكنية فالشيء مثالية نعم شكرا أستاذ علي أنا أعذرني المقاطعة أريد أرجع لأستاذ أحمد وأسأل نقطة أيضا في الإصلاحات نقطة واحدة لأستاذ مازد وخصوص الجاز الذي يقول لأسحابه أسحاب المولدات وهذا بدل أن يبيعه ماكو أبو مولد يبيع الغاز والغاز يشتري فوقه على وقود تالفة ومتكفية شكرا أستاذ علي ومستحيل أكو مولد أستاذ علي خلن نسمع أيضا من أستاذ أحمد شكرا أستاذ علي على هذه النقطة أريد أسمع من أستاذ أحمد واحدة من النقاط الإدارية التي كنا نحجي بها يمكن أنا حضرتها قبل أكثر من سنتين قلت لي حتى المصروفات الوزارة أغلبها هي مصروفات تروح تشغيلية مثلها مثل حال كل الموازنة العراقية هل أكو خطة أيضا لترشيق العمل داخل الوزارة قلت لي بوكيت يمكن أن يكون 210 ألف موظف بوزارة الكهرباء فضل أستصرنا 230 ألف موظف ما شاء الله زدت أي وحدة فعلا أستاذ علي فعلا جاوبتني فعلا اليوم ما يرهق كاهل الوزارة لا يكمل لا بس خلي أقول لك اليوم فعلا ما يرهق ما يرهق ما يرهق كاهل الوزارة وما يضخ موازناتها والموازنات التشغيلية 6 تريليون للغاز المورد بالسنة طبعا 6 تريليون للغاز المورد 4 تريليون شراء طاقة من المستثمرين تريليونين 2.3 مئة رواتب الموظفين واللي يبقى هو اللي أقدر أسوي به صيانات وفك اختناقات وغيرها ولذلك بخطوتنا لضغط النفقات التشغيلية ما يلي أولا اليوم نصب الدورات المركبة تنويع مصادر الطاقة إنجاز مشاريع ربط كارباي التوجه صوب مشاريع الطاقات الشمسية واستغلال طاقة الرياح حالة واحد نصب المحطات الحرارية لتقليل الاعتماد على الوقود سواء كان مورد أو وطني أقصد الغاز الوطني أو المورد لأن نصب محطات حرارية تعمل على شتى أنواع الوقود وبالتالي اليوم خطتنا ماضية بشكل صحيح مع إقرار الموازن الثلاث سنوات شراكاتنا مع جيئي ومع سيميس ستكون ناضجة لأن تنفذ هذه الخطة وأن نحقق ملف واحد للطاقة أشوكت يوصل العراقي البيتة وعندك أهرباء 24 ساعة وما تطفى أستاذ أحمد موسى من نوصل إلى حمل من نوصل إلى حمل إنتاج يكفي ساعات تجهيزك أهرباء من نوصل إلى خطة وقودية من يتوفر يقول لي شوكت موعدكم خطة موازنة ثلاث سنوات لي قدام يا أستاذ أحمد من نشتغل ويواكب شغلنا وجود غاز غاز وطني غاز وطني من نشتغل ويواكب جهدنا تفاهم من المواطنين وتفاهم من الحكومات سواء كان التنفيذية والتشريعية والآن موجود وأيضا تفاهم من الإعلام بس أكبر معاناتنا الخطة الوقودية ضمان الخطة الوقودية يعني اكتمال ملف في الكاربا إحنا الإعلام جاي نجيبكم نسمع منكم وجهة نظركم ونطرح أرأي المواطن بعد ما نسوي أكثر منها أستاذ مازل نتفضل تعليقك شفتك ابتزمت بكل أمانة معلومة جدا يعني يستفاد من عدل أستاذ أحمد أنا قبل ثلاث سنوات يمكن جيئي يجت بحل جدا رائع وإحنا ما استثمرنا قالت نشد محركات حقيقة يعني توربينات على فوهات الآبار وكل واحد يعطيك 40 ميجا واط مو قليلة كم ألف بير احنا عدنا إذن علينا أن نفكر هذه الفكرة هسا ممكن نحن نسوي عليها كوبي ممكن دوائر البحث والتطوير بالكهرباء بالجامعات بالقطاع الخاص سأتي بحل شكرا جزيلا لأنه أنت هذا الغاز اللي لا يحترق حقيقة ويلوث الجو يترس البصرة والمناطق النفطية سرطانات خلينا نحول إلى كهرباء طيوفنا أشكركم من بغداد المتحدث في اسم مزارة الكهرباء سيد أحمد موسى أيضا أشكر الخبير في مجال الطاقة المتجدد سيد مازن سعد ومن النجف أشكر السيد علي الغزالي رئيس رابطة أصحاب المردات الأهلية نلتقيكم إن شاء الله باتروا حلقة جديدة من العراق لا تنسوا تابعنا ونحن نتعلم ونحن نتعلم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة